طالبات سنوية عامة شابة علم علوم دي أول حصة أونلاين بنشرح فيها مادة العلوم الباية والجلوج طبعا عارفين إن إحنا دلوقتي في فترة أجازة 15 يوم القرار الحكيم اللي اتخذته وزارة التربية والتعليم إحنا عاديم في البيت دلوقتي مش فترة لعب ولا فترة خروج وكفيهات ونوادي لأ إحنا ملتزمين بالبيت حفاظا على صحتكم أولا وده قرار حكيم جدا إن إحنا نلتزم وعندنا قدر ووعي كافي جدا إن إحنا الفترة دي نمارس فيها مذاكرة مستمرة مراجعة على اللي فات ما الضهيعش وقت هي فترة وهتعدي ودي زروب نمر بيها في العالم كله مش في مصر بس إن شاء الله هتعدي على خير وكلنا نتشارك فيها إن إحنا نحافظ على صحتنا أولا وصحت اللي حوالينا سانية ما ننزلش ما نعودش في أماكن فيها إزدحام وتجمعات إنت قاعد في البيت اعتبر الفترة دي فرصة كافية جدا إنك تراجع اللي فات تراجع اللي خدته طول السنة تراجع على المواد كلها إحنا عاملين مبادرة وإن شاء الله تكون نجحة مبادرة دي فكرتها حاجة واحدة إن كل مدرسين مصر يتحدوا معانا فيها عرض لايف للمدرس في المادة في وقت واحد إن فكرة المبادرة بتاعتنا ما كل الناس ممكن تعرض لايف لكن إحنا عاملينها إن يعرض لايف في نفس الوقت ترجعنا لحضركم مرة تانية نروح للفقرة التانية الفقرة اللي فاتت شفنا قرارات من الدولة عشان تحد طبعا من شار فيروس كورونا أو كوفيد 19 من بين القرارات دي كان تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بس فيوقت دا تعالت فيه الأصوات إزاي الولاد هيتعلموا وإزاي هيكملوا منهج بتاعتهم الوزارة بتقول لازم المخرج التعليم لبقية المنهج لازم يكمل تظهر مبادرة بقى جميلة وعظيمة من الأستاذة منال وديع معلمة الجيولوجيا وهي بتشرح أونلاين مجانا تاني مجانا للطلاب وده من خلال مجموعة أعطاكم من المدرسين كمان شاركوا معاها وسمتها مدرسين مصر من أجل طلاب مصر أستاذة منال صباح الورد على حضرت أهلا وسهلا بحضرت شفنا أول فيديو كده أنا بيفرق معها الفلوس قوي انت صرف على الموضوع يعني في شاشات سمارت وفي فيديو بتصور بشكل كويس عشان الطلاب يتقبلوه المبادرة وفكريتا جات لك ازاي طيب طبعا القرار أول ما سمعنا بي كان يوم السبت بعدها بساعة لقيت الطلاب قلقين سنوية عامة أنا بدرس مادة علوم بقية ويجيولوجيا سنوية عامة شعوبة عين معلوم فابتدوا يتساءلوا طب احنا هنعمل ايه وخافوا وحالة رعب كده احنا نقعد في البيت خلاص طب فابتدت الفكرة جات لي يوم السبت ساعة ستة بعد القرار بساعة الفكرة مبادرة بجمع فيها كل مدرسين مصر من اسكندرية الأصوار نتعاون علشان طالب متوتر وقال ايه انا هعمل ايه وحكا انت كانت تحديدا بالكلمية على سنوية عامة القديمة اللي هي اخر السنة اه لانا المبادرة بقى اجتملت كل المراحل التعليمية عبارة عن ايه بقى طيب انا بقول يا جماعة تعالوا نتعاون سواء كمدرسين مصر وكلها ان احنا نعمل عرض لايف لكل المادة التعليمية بتاعتك الفترة الأخيرة بقية المنهج الفكرة ما كل مدرس ممكن يطلع يعمل لايف ويشرح للطالبة هي الفكرة في ايه ان احنا في وقت واحد انا عملت جدول ونزلته على طول ايه عبارة عن الجدول ان كل مدرسين مصر مثلا مدرس الكيميا كل مدرسين الكيميا يطلع علي في الساعتين دول بحيث الطالب ما يتشتتش مفيش حالة تشتت بين مادة ومادة طب ده طالع فيزيكس وده طالع كامستري وده طالع بيولوجي طب الطالب يعمل ايه لا احنا عملنا جدول بنقول للطالب انت هتععد اليوم خلاص انت قعدت في البيت الساعتين دول هتطلع هتلاقي قدامك كل مدرسين الكيميا في مصر في نفس الوقت بيعرضوا لك كيميا بيوصلوا لك غضايب باب البيت طبعا هي الفكرة انا طرحتها كانت مجرد فكرة وحطيت الجداول الابتداء وعداده وسنة فين بقى كل حاجة تحكي دعا عملت صفحة للمبادرة انا اصلا عندي صفحة بتاعتي هاي حطينا عليها المبادرة تمام بكلم فيها مين بكلم فيها مدرسين مصر كلهم الابتداء وعداده وسنة يلا نتعاون مع بعض ونعمل حاجة كويسة دعم الخيال الاصدقاء الموجودين عند حضرتك على الصفحة فيهم كتير من المدرسين خلينا افهم عاك حتة حتة بس واكيد موجودين فيهم الطالبة بتوع حضرتك بالزبط تمام والصفحة فيها عدد كبير انف يعني فالمهم انا طرحتها فكرة في نفس اليوم لقيت تجاوب كبير جدا من المدرسين من المحفظة وده كان الاندهاش يعني احنا معاك احنا عندنا استعداد نقف جمع بعض ونتكاتف مع بعض وندي كل حاجة للطالب وهو قاعد في البيت لا ينزل ولا يطلع فديكت ابتدوا يتجاوبوا معنا يبعتوا انا مدرس فلسفة انا مدرس علم النافس انا مدرس جغرافيا وهنطلع عليك وبتدينا نس يعني نلاقي عدد كبير من المدرسين دي كانت حاجة جميلة جدا جدا ومجانا الطالب قاعد في البيت احنا هنصور لك فيديو كأنك قاعد قدامنا بالزبط هتاخد كل اللي انت عايز ولايف ليه بقى انا فكرة لايف جات ان احنا الطالب يبعا عندهم امكانية ان يسأل بالزبط هلس كنت هلجل اقول لحضرتك هتدي له مادة علمية وخلاص كده ما هو عايد يسأل في حاجة مفهمش دي مش هيعره هيسأل وهنجاوبه يبقى فيه تفاعل لايف وفي نفس المادة عندك كل المدرسين اختار اللي انت عايز انت بتحب المدرس هو تسمع له عايز تسمع ده وده فالطالب هيستفيده وقعت في البيت طب خلينا نقول ان الطلاب سنوية عامة تلتة سنوية تحديدا لشانا نحدد طبعا للمشانين اللي بيكلمونا هم بيقوش المدرسة اصلا بس نبقى صورة حقيقة هم كانوا بيعتمدوا على الدروس الخصوصية فحقيقة بقى هم بتحطي كده المنهج تحطي المنهج كله وهما راحش اصلا لنفترة اللي فات احنا هنشرح بقى من اول للأبواب الاخيرة اللي متبقية من المنهج ونعمله كمان ريفيجن وريفيجن كافية باسئلة باجابات بمراجعات زي ما حضرتك شفت كده ونرسم له كل الاعداد بص احنا لازم نتعاون مع عدد المراجعة اللي حاجة تعمليها دي هي الاسئلة المتوقعة لكل نسبة عنها اه مش توقعات الاسئلة اللي احنا بنحلها من الاف الكتب ومن كتير مصدر الاسئلة موجود في كل مكان المهم ان الطالب مش هينزم البيت قطة طول المد او تقصر احنا منعرفش بس ان شاء الله خير يعني احنا ليه الدولة بتهتم بصحة ولادنا نمبر ون قبل التعليم صحته احنا بنحافظ عليك حالة الرعب لأولياء الأمور والخوف طب احنا تعبنا السنة كلها والسنة ضعت عليهم احنا بتخافش انا بقوله ليه الامر متخافش انا معاك وانا مش هتخلى عنك ومش هسيبك بالعكس ده ابنك بدل ما هينزل وهيروح وهيجي والتجمع وانت هتبقى خايف عليه وانحنا هنخاف عليه برضه موضوع الولادنا واخفع نفسك واخفع اهل بيتك يعني هو فعلا هي الحماية والمسؤولية المسؤولية المجتمعية كلنا لازم ان تفعل بعض اه فاملقوله انت قاعد مكانك نفس المحتوى التعليمي اللي كنت بتاخده بتنزل وتطلع دلوقتي انت قاعد في البيت واحنا هنوصلك لغاية عندك بس هي الفكرة ان احنا نما في وقت واحد المادة بتطلع في وقت واحد الجدول الحاجة حطتي بقشان نخش في التفاصيل الجدول الحاجة حطتي ده ان استاذة منال مثلا النهاردة الجيولوجيا من الساعة 2 للساعة 4 احنا مش استاذة منال مفيش لا احنا دلوقتي بنقول ايه جيولوجيا لا اه كيميا اه بالزبط اه مادة هي مادة مش عايزين اسماء احنا احنا لغرضنا لشهرة ولا غرضنا حاجة دي خدمة احنا بنعملها بنتعاول مع الطالب وقال ليه الامر بنطمله بيقول لك اطمل انت ما تقلقش انت الان ليه لهم انت وقال ليه امر بتحسن العامة بتطم بقى مع اخر امتحان بيتطم بس هما دلوقتي لما يلاقوا المدرس اللي هم متعودين عليه هنا وهنا هيلاقي عنده في البيت صحيح وخلاص قدام الشاشة قدامه هيفتح اللابتوب بتاعه هيلاقيني قدامه هيكم الطام بيسأل حضرتك بقى من خلال لايف الحقيقة بتعمليه فحقيقة بتجاوب عليه بس انت داخل عليك بقى الافات انت برضو بمدرس احنا عملنا بقى حلقة برضو اخر مية مثلا اه نجمع الاسئلة هاي ونقول له طيب لو في اسئلة اوفر زيادة احنا هنجمعها بالزبط هنجمعها ونسأل جاوبكم عليها المرة اللي جاي لان طالب سنوية عامة ببقى شغوف انه هو يسأل اكتر ما يسمع طبعا فطبعا عنده الاستعداد هو طالب سنوية عامة بيسأل وبيفهم ولا بيحفظ لا طبعا فهم نمبر وان وبيحفظ نمبر وان لا الاطباع اللي عندي انه هو بيحفظ بذات السنوية عامة القديمة اللي هي تخلص اخر سنة دي النظام الجديد ان شاء الله هيطور المنظومة التعليمية وما هي اخر دفعة بقى لهم طبعا الحفظ دول لا بس هي الناس تتقبل النظام الجديد النظام الجديد قائم على الفهم وليس الحفظ طبعا بس يا ناس اعتادت الاقاديم طبعا كلنا انا اجيل الحفظ نحب القديم عايزين النظام كما هو طبعا فيه تطوير فيه تطوير وانت لازم تقتنع ان التطوير ده في النهاية يصب في مصلحة مين طبعا مصلح تطوير طبعا في شكلها تطوير وزارتنا دلوقتي عمل اتطور اتطور كل سنة بالنظام جديد طب وبنسبة وزارتنا بقى فيه حد من وزارة تواصل محضرتك مثلا لا 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 اي شكل من اشكال تدفر بقى الجهود او التعاون انا اللي اتدوا يرد علي بصراحة مدرسين كتير والمحافظات لم اتخيل ان هم يتواصل في كافة المواد انا عندي استعداد وخدمة مجانية عنده استعداد يقف ويشرح ويلايف ويطلع ويصور ويكلف نفسه ولقيت استعداد رهيب لكن التكلفة هنا تبقى الكل مدرس على حدة ولا المبادرة هي المسؤولة عن التكلفة لا كل مدرس على حدة كل مدرس الوحدة عايز يعرض على الصفحة بتاعت وهي الفكرة انه يعرض في نفس الوقت او في نفس الوقت انا حطيت المبادرة على الصفحة بتاعت في نفس اليوم واحدة بالليل وتاني يوم لقيت سبع جرائد أخبار أخبار اليوم يعني أنا على جدير بالذكر والفجر والبوق يعني لقيت ناس حط الفكرة فجئت فيها يعني فرحت طبعاً ابتدى فيه ناس بتسند الفكرة يعني ده كان شيء مفرح ليا جداً شايف أن سندة الوزارة هنا مفيدة لحضرتك ولا الشغل اللي عملها الوزارة سواء من خلال برامج التعليمية للقنوات المعنية عندهم أو من خلال برضو عندهم بعض الوسائل التواصل الابتماعي اللي هيستخدموها الفتر اللي جاي ده وده يبقى شغالين مع بعض؟ طبعاً احنا بنكمل بقول حضرتك على حاجة أنا شايف أن الوزارة القرار ده ما تخدش مفاجئ طبعاً ده كان فيه خطوات استباقية بيوترس طبعاً أكيد لا فيه خطوات استباقية واضحة جداً أن هم يجهزوا جدول كامل للقنوات التعليمية بجميع المراحل التعليمية بين يوم وليلة لا ده أكيد كان مجهز ليهم طبعاً فأنا بشيد بدول الوزارة في كده احنا بنقولهم احنا بنساعد احنا كمدرسين مصر عايزين نساعد واحنا عايزين في بيوتنا احنا مش بنتعب مش بنيعمل مجهود كبير ولا ضغط بس بنساعد وبنطمن وليل أمر وبنطمن الطالب أن الفترة اللي جاية ما تقلقش احنا معاك احنا معاك ما فكرتش في نفسك ليه؟ ما انت ممكن كنت بتدي دروس وتستفيدي وعندك دخل وبرده وتحافظ على بعد ما بيجيلك مثلاً عشر طلاب يجيلك خمسة ويبقى هو مقللنا العدد شوية وتحافظ على دخل اللي بيخش لك للأسر اقول لحضرتك على حاجة هو دلوقتي احنا بلد واحد طبعاً مصلحة شخصية يبقى مصلحة ولادنا مصلحة بلدنا اه متفكر مصلحة شخصية او السادة منال فكرت كده فابقى بترخيرك ومشكورة ومش او السادة منال بس صدقني او اللي عجبني بقى نتقوليك مدرسين كدير داخله كتير جداً انا تليفوناتي احنا معاك احنا معاك في المبادرة لا بتكلم بجد او يعني انا عملتها فكرة ومتوقع لكل الموادات وزمنات كل الموادات جميع المراحلة التعليمية يلا مع بعض كلنا ونقف مع بعض ايد واحدة احنا في ظروف فلازم ما يبقاش فيها كل واحدة او يعني ما اقتصرش على الشهادات بس اعدادية وسنوية عمل كل ما راح عطل المتقلية او وحطيت جدول جميع المواد التعليمية يطلعوا في نفس الوقت الطفل خمسة ابتداء يطلع يلاقي ماس مدرس المات بيشرح كل مصر بتشرح ماس في نفس الوقت هي الفكرة ان احنا نتفق في وقت واحد اللي بيتفرروا عليه الوقت من اولاية الامور او من الطلاب وعايزين يخشوا على الصفحة اسمها ايه الصفحة عشان يخش يتواصل معكم هي صفحة استاذة منال الواجع بس هي الفكرة اه باسمها حضرت انا مش باجبر المدرس يعني نحط الشرح بتاعه صفحة بتاعتنا لا هو بنحط اللينك بتاع المدرس نحط نجمع ونحط اللينك بتاعنا يدخل على صفحيته يسمع الشرح يعني انا مخشش على صفحة لحضرتك دلوقتي وانا طالب في خمسة ابتدائية عايز اشوف الدرس اللي باقي لي في الماس او بندلترالياضيات هخش على ايه اعمالي جدول هتلاقي جدول بس انا مستنية بس اكبر عدد من المدرسين ده اللي في انتظاره يعني وان شاء الله هيحصل عدد المواد ولا التنوع المدرسين الاتنين احنا عايزين جميع المواد وعايزين اكبر عدد من المدرسين نتعاون يعني هي الفكرة كده لا اكيد ان شاء الله بعد الحلقة هتلاقي كل مدرسين ياريت ياريت فالواحد لو هيدار على مصلحة الشخصية لا احنا دلوقتي في مصلحة ولدنا نومبر ون مصلحة البلد احنا في ازمة وعايزين نحد من انشار الفيروس لكن لو قعدنا بقى كل واحد يقول مصلحة الشخصية لا احنا نقعد في البيت نتكاتف مع مولادنا الفترة اللي جاي المراحل التعليمية الانتقالية سواء مثلا من تالت ارتدائي وصولا لحد تاني اعدادي هم دول لو ما اخدوش بقية المنهج الموضوع يمشي عادي خلاص ولا ايه والله ده امر هيتحدد الوزارة وفق بقى الظروف اللي جاي هنشوف مدى الظروف هتتواصل الى اي مدى لو الموضوع ان شاء الله بخير سواء كان بقى لهم ايه اربع اسابيع اعتقدت دراسية هتلاقي مسلا الوحدة الاخيرة مسلا الوزارة بقى هتطبقى اكيد هتفكر برضي اه طبعا ده اخراج الوزارة وهتصدف بسطح تطالب كام وكأب عاديما بعض تفكر بصوت عالي لو عادينا عا الصفحة دلوقتي هيفكروا كده ما انا اولادي كان بقى لهم اربع اسابيع ما فرقش بقى يذكروهم ولا ما يذكرهمش ما يخشوش الامتحان وخلاص ينفع؟ لا ما يخشوش الامتحان وخلاص ما اعتقدش ما يمفعش اعتقد الوزارة تخفف جزء الاخير اه يعني تخفيف العبء يعني ما انا بتكلم بقى على كل سنة الليها مخرج تعليمي لازم يتاخد من منهج المادة دي وفق للظروف اه لو قال الجزء ده عادي عادي ولا لازم ياخده الطالب عشان يخش على السنة اللي بعديها لا لو جزء صغير اعتقد انه يشايفره كتير طبعا طبعا في الشهادات لا انا بتكلم كده من ثلثة بتلاقي لثانية عامة اه صفوف النقل الشهادات هو دراسة مستمرة طول السنة اه سواء عبدية او سنوية عامة يعني هما دون المرحلتين اللي تلاقي عندهم الالة زي الوفر شوية يعني انا الناس في حالة الالة ولادنا طب طالب سنوية عامة انا بتدت الطلبة يقولوا احنا عتعبنا طول السنة وخلاص السنة راح اه ليه يا حبيبي ما راحتش احنا معاك احنا بنقول للطالب احنا معاك مش هنسيبك مش هنتخلى عنك وكل المحتوى اللي كنت بتاخده هتاخده برضو وانت في مكانك هي دي الفكرة بس انا بقول للطالبة حاجة كمان يعني احنا بديك اجازة مش عشان تنزل وتخرج وتفسح وتروح مولاته طبعا وتنزل وتعيش حياتك لا احنا بنديلك فترة تحسنوا يا عامة واعدية الصراحة خلينكون صراحة مش هنزل ولا الوليه الامر هيسمح انه انزل لو شفت حد في مولات ولا بتاعت لقى صوف النقل نقل احنا عامة بيش ابا هينزل حد يعني هي فترة حرجة وهنمر بها ان شاء الله تعالفين مين المحظوظين بقى في الموضوع ده؟ صد ولا سنة وتانية سنة اللي الناس كانت رفض تطوير منظومة التعليم بالنسبال وقاة اول سنة دلوقتي اللي نفحهم بقول لحضرتك التطوير شيء رائع تطوير المنظومة التعليمية لازم شيء يتم بس المهم يبقى في قبول اولياء الامور عندهم رفض احنا تمسكين بالقديم بسراحة كده اولياء الامور بس عندهم رفض ولا مدرسين عندهم رفض هم كمان؟ لا ما اعتقدش انا اعتقد اولياء الامور مينش رفض كمان عدم قبول الفكرة بسلاسة بسهولة عدم قبولها والعدم فيما؟ اشنا بقى صريح هو وصل له المنظومة وصله ازاي؟ بس هو ما عرفش قالية التنفيذ اللي هو مش جوه الكارير نفس هو بره هو عرف النظام بس مش عارف قالية التنفيذ طوله عمري بقولها هو العمود الفقري الوزارة التباية والتعليم والمنظومة التعليمية في مصر يعني يقولها هو بره المنظومة لا ده هو اساس المنظومة المدرس لكن اولياء الامور مش عارفين قلية التنفيذ هتكون شكلة ازاي؟ مش عارفين فيه مجهود ضخمة وما مش شايفينه تطوير ده شيء مجهود جبار اي محظوظين دلوقتي يقولها زالي وتاني زالي وانده المحظوظين وكل اللي حصل ده عاديين في البيت ويبتحب وعندهم منهجهم وعندهم بنك المعرفة وعندهم التابلت ودربوا عليه ومش الان عنده كل حاجة طب فيه صعوبة لحضرتك انك تنقلي ده الكترونيا يعني تنقلي المنهج ده من خلال الفيديو اللي حيك هتعمليه لايك ما عندك الصعوبة بدك هو كل الساعتين المدرس كان يشتغل كل يوم نازل طالع انت تقعد في البيت ساعتين في يوم واحد انا عمله لك جدول قعد الساعتين دول طلع كل اللي عندك ومش يعني مش اللي تقول طلابي لا انت بتدي لماصر كلها افرض طالب في محافظة الاليوبية عايز اسمعك طالب في اي محافظة مستني بس يسمعك منك كلمة تعليم رسالة يعني تعليم رسالة ان الطالب عنده فرصة اوسع كمان حتى لو كانش متقبل المدرس بتاعه او يفهمش منه اوي انا بتلعت البرح شرحت صحي كده؟ اه طبعا انا شرحت انا مش عايزة انا يسمعنا انا عايزة كل مدرسين بس يطلعه في نفس الوقت مش عايزة اي في ام دلوقتي بتقول ما انتو هتلغبطونا بقى ما ده هيقول جزء في المنهج وده هيرجع يقرر وده هيرجع اللي حتى قبليها اقول لحظة اكيد المدرس هشتغل على جزء الاخين من المنهج المتبق من المنهج المتوقع نطمن الطالب المنهج هو خلص واحنا شرحنا لك وما فيش حاجة فاتتك ونبدأ بقى الرفيجن الرفيجن بقى فيه اللي بيراجع ده الهي بقى الوزنة نفس الوقت عشان تحط جدول صانوية عامة بقت تعمل اكتراحات على الموقع الالكتروني بتاعها عشان تسمع اكتراحات الطلاب عشان يعملوا الجدول الامتحانات هل انتو برضو ممكن تسمعوا من الاسئلة اللي تجلكوا ايه الجزء اللي مفروض يتعمل فيه مراجعة ايه الجزء اللي محتاج فيه ضغطة اكتر عشان يفهموه هتسمعوا الاسئلة دي وتعملوها بنتجة الصفحة ليه لايف الطلبة يسألوا زي ما هم عايزين حضرتك هتراجعين ما راجعون هتزهقوا السلام علي الملسئلة موارس ايسألوا كتير اوي لا يسألوا احنا ما احنا فاضين بقى احنا عاديين عشانكم احنا عاديين عشانكم هوانتو فاضين المدرسين اعتقد ماخدوش اجازة اولا المدرسين مش بروح مالسة اه انا في مدرس للغاية اه 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 اجازة فيه اه ان المدرسين اللي في مدرس الحكومية او التجربية او ما يسمعه اللغات دول موجودين في المدرس بس برضو أعتقد ممكن يكون عدد الساعات ألف هو يومه وسع شوية عنده فترة عنده وقت وقت وليس هيكلفه حاجة انت بس بالطب من الطالب أنا معاك أنا مش هسيبك لا من الفيديونا شفت انت تكلفتش فيه فلوس الدفعك طبعا علشان التصوير بيطلع في كواليتي كويس مش مهم المهم من الطالب سنة عاما ما يجيش في آخر سنة حيث أنه ده مستقبله هو بيعتقد شعوبة علم علوم أنا ده عايز طب في آخر شهر ده يضيع من الطب وده حبت طلابك أو البلدك ولا أنت عندك حد سنة عاما كل طلاب مصر أولادي أنا كل أولادي أنا بقالي 29 سنة بدرس في 29 سنة دول يعني بفرح قوي لما بقابلهم يقولي أنا طيار بفرح جدا 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 جات لي أحد أولياء الأمور بتقولي بنتي عنده أهلا وسهلا ما لا تبص وتسلم علي يعني أهلا قلت لي ما أنا كنت تلمسك فابتديت أحس أني فيه جيل تاني فده حاجة تتفرح فده اللي بدأ يحفزك أنا بحب أولادك طبعا طبعا لا كلهم أولادنا طب الطالب اللي ما بيخدش معايا مش من حقه يسمع الشرح بتاعي طبعا من حق طالب اللي قاعد في اسكندرية في أسوان في أي بلد أنا موجودة هقامك افتح بس ودلوقتي الهاي تكنولوجي خلاص الناس بعد التابلت وامتحانة التابلت أعتقد أن طالب سنوية عامة خلاص بيتعامل مع النات كمعايا كاتبنا صحفي أستاذ رفعت في مدخلة في أول الحلقة كده وقال لي مش كل طلبنا نحن عندنا 22 مليون طالب مش كل طلبنا مؤهلين إن هم يستخدموا وسائل تكنولوجيا الحديثة أستاذ أحمد إحنا بنتكلم أنت كان مع القهيرة بس بقية المحافظات لا ما بيعرفوش يستخدموا عشان كده اعتردت معاش ويا قلت له لا كل أولادنا حتى الزغالين لقتي معهم تليفونات ويعرفوا يخشوا على الفيسبوك والحاجات دي أنت على الأرض أكتر من إحنا الاتنين شايفة إيه؟ أنا شايفة أن قنوات التعليمية في التلفزيون هتقصل لفئة من الناس واللي مش عارف يستخدم هاي تكنولوجيا واللي موصلت لهش هيبقى إحنا موجودين يعني بنكمل بعض ده مطلوب وده مطلوب قنوات التعليمية اللي ابتدت بها الوزارة وحطت موعيد وجدول ومنظمة جدا خطوات استباقية رائعة إحنا بنكمل بعض يعني الطالب اللي مش عارف ما عندهش فيسبوك أنا بنت اتصل لبين بارح تقول لي أنا ما عندهش فيسبوك آه مده بنت أعلي فعلا يبقى فيه قنوات تعليمية موازية لمجهودنا يعني إحنا إحنا بنكمل بعض إحنا بنقدم إيد المساعدة وده اللي أنا قلت أستاذ رفعت في الأخير طبعا هي الوزارة كده عملة الاختيارين عملة اختيار التواصل الاجتماعي والإكتروني وعملة القنوات التعليمية لو حبت الوزارة تستعين بحضرتك في البرامج التعليمية لمقدمة خلال القنوات التعليمية هتروحي ولا هتتفضلي أنك تخلي الاختيار الأولاني اللي هو السوشال ميديا لا طبعا في أي مجال إحنا بنخدم إحنا دلاتش في وقت إحنا الشعوب بتعمليه في وقت الأزمة وكل لازم ينتكاتف بنتعاون مع بعض بنتتفق مع بعض مش كل واحد هي أنا بس عملتي شيء منظم يعني بدل ما كل واحد تشغال مع نفسه لأحنا بنقول يا جماعة ما تيجي كل مدرسين الجيولوجيا كل مدرسين الكامستري في نفس الوقت يطلعوا مع بعض في وقت واحد يبقى إحنا كلنا بنطلع مجهودنا للطالب في نفس الوقت حطيت الجدول ده فندم على بوناني على الأسبوعين الأجازة ولا على أن ممكن المدة تزيد أنا حطيته كأيام من يوم السبت لغاية يوم الجمعة طول الأسبوع أوكي قطة طول المدة يبقى إحنا ماشينا على نفس الجدول لا يعني يعني قصي الجزء المتبكة من المنهج يكفي في الخمساشر يوم لو هم إن شاء الله ما يزيدوش عن الخمساشر يوم يكون المنهج خلص يكفي قصية إحنا بنتكلم على السنوية عامة فاضل الوحدة الوحدة الأخيرة لأ نخلصها إن شاء الله نخلصهم ونرجع لهم ونحل أسئلة يعني لأول مدة إن شاء الله طالت يبقى إحنا برضو معاكم إحنا معاكم أنا أعتقد إن امتحان سنوية عامة الجدولة حط 7-6 تلقيبا الأول امتحان صحي كده لغاية 2-7 معنا وقت يعني حتى لو كملت بقيت المدارسين ما استجبوا وما حضرتك كانوا اكتراحاتهم إي يعني أنت سمعت بقيت الاكتراحات فيه اللي بيقول لي أنا ممكن أعرض لايف مع نفسي على الصفحة بتاعت ويقول لي أوكي ما فيش أي مشكلة إحنا مش بنحط حدود معينة لازم لطا تخطاها لا كل واحد بس المهمة هي الفكرة أعرض لنا في نفس اليوم طالب عارف أنه هيزحى النهاردة أنا هزاكر النهاردة كيميا مع اللايف مع الشرح اللايف أنا هزاكر النهاردة عربي مع اللايف لكن بأي صورة بأي صورة بأي إمكانية حتى لأمكانيات بسيطة يعني يبقى فيه بتشرح بتطلع كل اللا عندك بتجاوب بتحل أسئلة معاه أنا بحطرهم كويز أونلاين كل أسبوع يبتدوا يحلوه يعني طالب دلوقتي مش قاعد في البيت طبعا ممارس ويعرف يشارك معك كويز أونلاين هو بتصلح وبياخد الدرجة وهو قاعد في بيته يعني دي كويز وقادي الشرح وقادي جاوبة الأسئلة خلاص عندكش حاجة بقى عندكش حاجة بقى خلاص لازم تنجح وربنا يكرمك وربنا يوفقك طول ما فيه مدرسين بالضمير ده وبحبهم لبلدهم كده والوطنية بتاعتهم كل الشكر لأستاذة منال وديع صاحبة مبادرة مدرسين مصر من أجل طلاب مصر كل الشكر لك نورت زواحي الورد شكرا لحيك خلصنا فاكرتنا وليس عندنا فاكرات الأخرى فابكوا معنا